شخصيات قرآنية تطرقنا لعدة شخصيات يعني جاء ذكرها في القرآن الكريم والنهاردة مكملين السلسلة بتاعتنا النهاردة ما أنا مش عارفة بصراحة الشخصيات اللي هنتكلم عنها هم شخصيتين أشعار فأدول ناس عاديين يعني يعني بشر من ضمن البشر ولا دول جنسهم إيه بيخوفوا بيها الناس بيقولوا عليهم من علامات الساعة جه في وصفهم أشكال وألوان يعني والحقيقة لسه بقول لفضلت الشيخ مش عايز أشغل نفسي بيهم للدرجة دي هل يا ترى نشغل نفسنا بيهم ونقعد ندور عليهم ونشوف هيجوا إمتى ولا يعني نكتفي بما ذكر عنهم في القرآن الكريم وشكرا فضلت الشيخ أحمد الصباغ إزاي حضرتك الله أكرم أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرضي والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلى على الحبيب البكيطي ورمضان كريم النهاردة هنتكلم عن شخصيات ربما تكون غريبة عن الناس الناس عرفها اسما ولم تعرفها الشكل ولا موضوعا والشخصيات ذكروا اللي احنا معنا النهاردة ذكروا في موضعين في القرآن موضع في سلطة الكهف القرآن هو وموضع في سلطة الأنبياء وإحنا هنكتفي في الشخصيات دي بما ورد في القرآن وفي السنة الصحيحة لأن الكلام عليهم كتير كتير وقبل ما نوصفهم يا فندم مكانهم غير محدد بالتفصيل مكانهم غير محدد وموعد خروجهم سيدنا النبي حدده بس علامة من علامات الساعة طب الآية اللي ذكرت في الكهف ايه هم يا فندم؟ أيوة حتى إذا بلغ فكرة يعني أيوة نحن كلمنا عن ذرق القرنين حتى إذا بلغ بين السدين قالوا يا ذرقرنين إن يأجوجة ومأجوجة مفسدون في الأرض يبقى أول وصف من أوصاف يأجوجة ومأجوجة أن هم مفسدون في الأرض ظلمة بينتقموا من الناس بيخربهم بيفسدوا الأرض هذه أول حاجة طب صورة الأنبياء قالت إيه بقى؟ حتى إذا فتحت فتحت يعني تفتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ده تدل إن عددهم كتير نروح للسنة بقى تفسر نروح للسنة هم بس الموضوعين في القرآنين دول بس هنجيب بقى السنة توضح بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأجوج ومأجوج أمة من الأمم من زرية آدم الحديث عند البخاريج يعني هم بشر نوع من أنواع البشر من صلب أبينا آدم بس هو ربنا جعل لهم أوصف خاصة أشكال خاصة هم من أهل الفساد في الأرض يبقى أول شيء مفسدين في الأرض تاني شيء عادتهم كبير جدا جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن يأجوج ومأجوج قال إيه يا فنن بقى؟ تعالي شوف الوصف بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هم قوم ركز معاي عراض الوجوه وجوه هم عريضة صغار العيون والحديثه صحيح عشان ليه يرجع صغار العيون صهب الشغاف هتقول لي مش بغدباني صهب الشغاف الشغاف اللي هو الشعر اللي هو يا للأذن كده صهب يعني الشعر بتاعهم أسود يميل إلى الحمرة يميل إلى يبقى وشهم بالبلد كده وعريض عيونهم ديئة ديئة جدا قاعدوا يقردوا من الصين الشعر بتاعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أسود يميل إلى الحمرة وجوههم كالمجان المطرقة يعني عرف الترس اللي هو الحديد لما يروع عند الحداد يقعد يدأدأ فيه كده يعني وشهم مدور قصار القامة ويجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت أحدهم حتى يرى من نسله ألفا وفي رواية حتى يرى من صلبه ألفا من الذكور كلهم قد حملوا السلاح نترجم يعني الواحد فيهم مش هيموت أن لما يشوف من أولاده ألف من صلبه كلهم قد حملوا السلاح ده دليل على إن عددهم كبير أنه هم يعني أمة أمة من الأمة بتتكاثر وعيشة وموجودة اللي حمينا منهم من بفضل الله السد اللي بناه زل قرنين لحد وقتنا هذا بس مش معروف مكانه لو لا هذا السد هم كانوا بيخرجوا كل سنة يأكلوا اللي موجود ويخرجوا بالدنيا والماء يتنشف زي ما احنا قلنا قبل كده ويعيد الأمر كما كان لكن سيدنا زل قرنين بأمر من الله جاء فبنى السد فمنعهم طب هايخرجوا في وقت تاني هايخرجوا سيدنا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج والأحاديث كلها صحيحة يحفرون في السد كل يوم كل يوم يحفروا حتى إذا رأوا الشعاع الشمس وده دليل إنهم في مكان مظلم في مكان مظلم والسد منع الخروك فإذا رأوا الشعاع الشمس يقولوا كبيرهم مركز معي يقولوا يقولوا كبيرهم سنكمل غدا ريحوا النهاردة ونكمل بكرة فبأمر الله يأتون غدا فيجدون السد عادة كما كان الفلازي الصلب اللي هو من النحاس ومن الحديث زي ما قلنا فيحفرون هنكمل غدا إلى أن يشاء الله اليوم هم بقى يقولوا كبيرهم هنكمل غدا إن شاء الله لحد ما يقولوا هم مؤمنين بالله لا ما لسه أقوله لسه التفسير هم قالوا سنكمل غدا إن شاء الله ربنا الله يقولون هم هذه الكلمة فيأتون فيجدوا الحفرة كما هو فيحفرون ويخرجون فيأكلون الأخضر واليابس ويلعبون الناس ودي من علامات الساعة حتى يمر أحدهم آخرهم على بحيرة طبرية طبرية دي في بلاد الشام زي مليئة بالماء فيمر آخرهم لدرجة أن يخلصوا البحيرة دي فيمر واحد في الآخر يقول الله كان هنا ماء شوفوا من شدة من شدة الرعب الرعب بتاع الناس